تنظيم هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن في ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المؤطيات الأساسية للقضية الفلسطينية موضوع مدولاتنا في هذا اليوم وما كان لهذا أن يحدث لولا تلاقي ظاهرتين إثنتين ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى ويتعلق الأمر بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنام التقليل من شأنها على الصعيد الدولي هذا من جهة ومن جهة أخرى التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي ومنحه حصانة مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بدون وجه حق فحديثنا عن تهميش القضية الفلسطينية يعني أن هذه القضية قد اختفت كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويعني أن هذه القضية لم تحظى بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن ويعني أن القضية هذه أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحطام دولته الوطنية وحين ننتقد الحصانة المطلقة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي فإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تخلف إلا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد 178% من مساحة الضفة الغربية وحدها موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تنتج إلا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهودها غصبا وعنوة وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تولد إلا مزيدا من تقتيل وتهجير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية ومجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين وإننا نذكر أخيرا بأن هذه الحصانة ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية وها نحن اليوم أمام حلقة إضافية فضيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل في حق شعب مظلوم وفي حق شعب مغضور ومحروم من أبسط سبول العيش والبقاء شعب سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني سيد الرئيس إن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة واللامساءلة واللامعاقبة لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي في هذا الإطار وعلى المدى القريب العاجل ينتظر من مجلسكم ومن مجلسنا هذا أولا فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة العركان ثانيا وقف القصو العشوائي الذي راح ضحيته آلاف العرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة ثالثا وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى وهي جريمة التصفي العرقية ورابعا السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط وهو قل ما يمكن المطالب به والاستجاب له من طرف مجلسكم ومجلسنا هذا أما على أمد آخر وهو أمد الحل السياسي المستقبلي فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها وهي أن ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر وما من أمن مستدام يبنى على التهميش والإقصاء والتمييز وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية الشرعية الدولية التي وضعت أركانها وحدد فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا وفي هذا المكان بالذات أيرضى مجلسكم بالتراجع عن 87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع لمجرد أن القوى القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها أيرضى مجلسكم بأن تظل قراراته حبيسة هذه القاعة لا لشيء إلا لأن المحتل نصب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة أيرضى مجلسكم بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين لا لشيء إلا لأن المحتل يريد شرعية على المقاس تنطبق عليه دون سواه لا شك أننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقات على عاتق مجلس الأمن وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسئولية كاملة غير مبتورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر